هذا الحدث كما وصفه الإسرائيليين بالحدث الصعب له تداعيات على الأوساط الأمنية وسياسية الإسرائيلية بعد الإعلان عن مقتل 24 جندي إسرائيلي خلال 24 ساعة منهم 21 في حادثة واحدة لنتحدث بمزيد من التوضيحات والتداعيات ينضم لنا عبر تقنية سكايب من نابلس الخبير والباحث في أشؤون الإسرائيلية الأستاذ سليمان بشرات أستاذ سليمان صباح الخير وأهلا بك معنا صباح الخير لك يا ريم وصباح الخير للمتابعين والمشاهدين والمستمعين الكرام تحياتي لك إذن وصف الإسرائيليون الحدث طبعا هنا أتحدث عن المسؤولين الإسرائيليين بأنه صعب ولا يطاق وأخبار مفجعة وقيل أيضا إنه العدد الأكبر منذ بدء هذه الحرب في يوم واحد أعلن طبعا الناطق باسم الجيش وفي كلمة مباشرة هذا الصباح الباكر عن خسائر وصفها وقال 21 جنديا قتلوا في المعركة والعدد النهائي لمن قتل حتى اللحظة في آخر 24 ساعة 24 جنديا كيف ممكن أن نقرأ ذلك أستاذ سليمان نعم إذا كان وصف القادة الإسرائيليين بهذا الوصف وأنا باعتقادي يمكن أن يكون وصفا أشد على المجتمع الإسرائيلي ربما يصل إلى صفعة وربما صدمة توازي صدمة صباح يوم أسابع من أكتوبر وهذا الأمر ربما هو من القضايا المهمة جدا نحن نعلم ما ندرك بشكل كبير جدا أولا لما لحجم الخسائر من تأثير على الحالة النفسية داخل المجتمع والجبهة الداخلية الإسرائيلية بشكل مباشر وأيضا إن إكاس ذلك على جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي العاملين أو الذين يأخذون هذه الحرب في الميدان وبالتالي هناك باعتقاد تأثيرات ستكون مركبة على الحالة الإسرائيلية سواء فيما يتعلق بالمستوى السياسي سواء فيما يتعلق بالمستوى الأمني على مستوى القادة أو سواء على ما يتعلق في المجتمع الإسرائيلي وإذا تابعنا بعض التفاصيل يعني إذا ما أردنا أن نعرج على بعض النقاط التي تدلل على حجم هذا الحدث وتعداداته وخشية الاحتلال الإسرائيلي من ارتداداته يعني نقرأ مجموعة من القضايا أولا أن الرقيب العسكري الذي يفرض تعفيما على كل مجريات الحرب هو الذي بدأ ينشر بشكل منفرد ونوعا ما متقطع لنتائج هذه الحادثة لم يعلن عن ذلك دفعة واحدة وربما هذا الأمر أيضا يمحد إلى أن العدد الفعلي ربما أو العدد الحقيقي هو ربما يكون أكبر من ذلك إذا أخذنا بعين الاعتبار ما تم الحديث عنه من خلال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن تم تجهيز أماكن أو منازل وتفخيخها وجرى هذا الاشتباك من قبل المقاومة الفلسطينية مما أدى إلى إقاع العدد الكبير إذن نحن نتحدث أولا من الناحية العملية أن العدد سيكون أكبر بكثير من جانب من جانب آخر أيضا هناك ربما إصابات وتكون إصابات صعبة وهي أيضا قد تكون في صفوف حدد كبير من جيش الاحتلال الإسرائيلي وإذا أيضا قرأنا جزئية مهمة وهي أن يسارع الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي لعقد مؤتمر صحفي في الساعات الباكر الأولى باعتقاد هذه لها مدلول ورمزي هذه أول مرة التي يلجأ بها الجيش لإخراج الناطق بلسانه ويتحدث للجمهور في ساعة باكرة لمحاولة قطعة طريق أو ربما تقديم الرواية الإسرائيلية والاحتلال الإسرائيلي عودنا دائما أنه يحاول أن يقدم روايته قبل أن تقدم المقاومة الفلسطينية روايتها أو حتى إن كان هناك مشاهد للفيديو التي ربما ستعرضها المقاومة الفلسطينية محاولة من ذلك كما قلت استيعاب الصدمة التي تعرضها لها الاحتلال الإسرائيلي وحجم وطبيعة هذه الخسائف إذا ما قسنا هذا الحدث وامتداداته لما يجري بالأساس داخل المجتمع الإسرائيلي باعتقادي الآن ربما تدخل الجبهة الإسرائيلية الداخلية في حالة من تراكمية الفشل الكامل فشل في القدرة في تحقيق الأهداف التي وضعت لهذه الحرب بشكل أساس ونحن نتحدث اليوم عن 108 أو 109 أيام لعمر هذه الحرب وتأثي هذه الحادثة هذا يعتبر فشل مركب بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي نقطة أخرى يعني كان من الممكن أن يقال أن الاحتلال الإسرائيلي الذي يمتلك كافة الإمكانيات العسكرية والاستخباراتية والرقابة الجوية والعمل عندما نتحدث عن سبعة ألوية يعملون في منطقة خان يونس لوحدها هذا بحد ذاته يدلل على مدى ضعف الجيش الإسرائيلي في مقابل قدرات المقاومة الفلسطينية التي يبدو أنها باتت أكثر قراعة وأكثر معرفة لأسلوب وكيفية التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي في الميدان إذن نحن نتحدث ربما عن معركة هي بالفعل صعبة بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي لكنها في المقابل تدلل أيضا على حالة الوعي والجهوزية الكاملة لدى المقاومة الفلسطينية وبمعنى ذلك أستاذ سليمان أن هذا الحرب وهذه الخسائر التي تم الإعلار عنها صباح اليوم سيكون لها تأثير على الرأي العام والمجتمع الإسرائيلي اتجاه الحرب على غزة باعتقادك نعم الجيش الإسرائيلي دائما نتحدث أن بالنسبة له الخسائر البشرية في صفوف الجنود هو يعتبر من المؤشرات الخطيرة والتي تؤثر بشكل كبير جدا على مستوى الرأي العام الجيش الإسرائيلي عندما انطلق في هذه الحرب على الرغم من أن قادة الجيش الإسرائيلي منذ اليوم الأول واليوم أعاد قلنت نفس العبارة عندما يتحدث عن المفهوم الوجودي وبالتالي هو يهيئ المجتمع الإسرائيلي إلى أن حجم الخسائر هي تأتي في البحث أو في قدرة الجيش الإسرائيلي على حماية الوجود المستقبلي للاحتلال أو للكيان بشكل كامل أنا باعتقادي الآن إذا ما قسنا هذا الحادثة وقسنا تحركات المجتمع الإسرائيلي في الأيام والأسابيع القليلة الماضية وكيف تطور الحراك داخل المجتمع الإسرائيلي من حراك مطالب بإعادة الأسرى الإسرائيليين فقط ربما الآن يكون هناك مطالبة أوسع وأكبر في إعادة الجنود الإسرائيليين من ساحة المعركة وهو كما يقال في المثل إعادة الجنود إلى التكنات وهذا هي ربما من القضايا التي ربما ستشكل إشكالية وتحدي كبير في قدرة إقناع أولا القيادات الأمنية وقدرة القيادات السياسية الإسرائيلية هذا الأمر كما قلت أولا الآن سيحفز عائلات الأسرى أولا داخل المجتمع الإسرائيلي لزيادة المطالب لأنها باتت تخشى بشكل كبير جدا على مستقبل وحياة أبنائها في قطاع غزة في هذه المقاومة الفلسطينية من جانب من جانب آخر حتى عائلات الجنود العاملون في قطاع غزة ويحضون هذه الأرب ربما أيضا تكون هناك الضغوط من قبل عائلاتهم وبالمناسبة نقطة أخرى هي تلتقي مع المشاهد التي ظهرت بالأمس إلى أن هناك عددا من جنود الاحتلال عندما كانوا يغادرون بالأمس من وحدات الاحتياط كانوا يضعون على دورياتهم وجباتهم العسكرية يافطات كتب بها ضرورة وقف هذه الحرب والدعوة إلى وقفها لأنهم باتوا يقعون ضمن الكماء المقاومة الفلسطينية كل هذا الأمر إذا ما ربطناه مع بعضه البعض أنا باعتقاد سيزيد من حالة الفجوة ما بين القيادة الأمنية والعسكرية وبالتحديد هيئة الأركان الإسرائيلية وما بين المستوى السياسي هليفي رئيس هيئة الأركان قبل أسابيع قليلة من الآن ذهب إلى فتح تحقيق داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وداخل الجيش الإسرائيلي لتحديد ظواهر الفشل وبالتالي هو يريد أن يحمل المستوى السياسي كل مظاهر الفشل التي تعرض لها الجيش وأيضا هليفي هو بالأساس تحدث بشكل واضح أن الإنجازات أو ما أطلق عليها بالإنجازات الميدانية للجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة يضيعها السياسيون في تأخرهم في وضع رؤية مستقبلية لمستقبل هذه الحرب وبالتالي أنا باعتقادي الآن الضغوط ستكون أكبر بشكل كبير جدا على المستوى السياسي الإسرائيلي للذهاب إلى تحديد أمرين الأمر الأول وهو أن يكون هناك إعادة لوضع أهداف قابلة للتطبيق والتحقيق من الجيش الإسرائيلي لأن الجيش الإسرائيلي لن يكون قابلا أن يستمر في هذه الحرب دون أن يكون هناك أهداف حقيقية يمكن أن يحققها والأمر الثاني الذي ربما سيؤثر عليه أو تؤثر عليه هذه الحادثة وهو موضوع السقف الزمني لهذه الحرب لأنهم باتوا يدركون أنهم قد تورطوا بشكل أو بآخر في داخل قطاع غزة وفي وحل غزة وبالتالي كل هذه المؤشرات باعتقادي الآن لم تعد لصالح الاحتلال ولم تعد لصالح قرار استمرارية الحرب بقدر أنها ستكون لصالح الذهاب للضغط إما لتوقف هذه الحرب أو لأعادة تقييم الآليات والأدوات والأهداف التي وضعتها دي هذا الأمر أيضا حدث أستاذ سليمان بعد يوم من اقتحام عائلات الأسرة جلسة للكنيسة بشكل غاضب ليعبروا عن استيائهم مما يجري رافعين لافتات وكانوا يصرخون أنتم تجلسون هنا بينما أولادنا يموتون هناك أو أسرانا بما معناه يموتون هناك هذه المشاهد كلها وإذا ما ربطناها بهذا الحدث الصعب اليوم وأيضا بمجريات الأوضاع بشكل عام في قطاع غزة قد تؤدي إلى ما تحدثت به لكن بالنهاية على ما يبدو ومن خلال تصريحات الحكومة الإسرائيلية وتحديدا على لسان اسموتريتش وبينغافير ختموا تصريحاتهم بأنه حدث صعب لكن ختموا تصريحاتهم بأن هذه الحرب لا يجب أن تتوقف يجب أن تبقى مستمرة هل هذا معناه بأنه توافق من الجميع بأن الحرب مستمرة في قطاع غزة بأنها لن تتوقف نعم هذه ربما من القضايا أيضا التي باتت تشكل جدالا داخل المجتمع الإسرائيلي وهو الثمن الذي يدفع وأنا باعتقادي عند تقييم الثمن والأهداف التي يمكن أن تتحقف أو التي تم تحقيقها في الفترة الماضية إذا ما خضعت إلى التقييم داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بشكل مباشر كونها هي التي تقدم الخسائر بشكل كبير جدا وبالمناسبة بين كبير وسموتريتش هم لا يقدمون خسائر في هذه الحرب لأنهم في نهاية المطاف هم يعملون وفقا لطموحات وآمال سياسية ويريدون أن يحافظوا على المقعد السياسي ومستقبلهم السياسي ليس إلا وبالتالي هذا العمر بالتالي أنا باعتقادي قد يشكل كما قلت يعني حالة من الاحتقان داخل المجتمع الإسرائيلي وبالتالي ربما يدفع بالضغط أكثر حتى على الأحزاب اليمينية المتطرفة إذا ما عدنا قليلا آس جينوت وهو ضمن مجلس الحرب فقد ابنه أيضا في ساحة المعركة وبالتالي أنا باعتقادي ربما سيتعانى الصوت من قبل أمثال آس جينوت وغاناتس والآن ربما المجتمع الإسرائيلي وأيضا قبل يومين كان هناك تقرير للاستخبارات الأمريكية يتحدث في ذات الإطار عندما قال أن قدرات المقاومة الفلسطينية ما زالت تحطف نحو 70% من قدراتها إذن هذا كله ربما بات يهيئ الرأي العام الإسرائيلي إلا أن هذه الحرب ونتيجة هذه الحرب لم تعد محسومة كما كان يحاول أن يروج لها بن يمين نتنياهو وبالتالي الآن ربما سيكون بن يمين نتنياهو والقيادة السياسية الإسرائيلية بالتحديد والحكومة الاعتلافية الآن أمام خيارين لا ثالثة لهم إما الذهاب في استمرارية هذه الحرب وبالتالي هم يدخلون إلى حالة من الانتحار السياسي والانتحار المجتمعي والانتحار الأمني وبالتالي هذا الأمر ربما يفاقم المشكلة الأساسية داخل الجيش وبالتالي ربما الجيش يذهب إلى نوع من التمر الدعين أقول أو إلى العسيان نوعا ما أو حتى ربما رفض القرارات التي تطالب هذا من جانب والخيار الثاني وهو فعلا الاستماع إلى مطالب المجتمع الإسرائيلي التي بتأت تتعالى وأن يكون هناك تبريرا لدفع أثمان مقابل وقف هذه الحرب دون الاستمرار في دفع أثمان دون أن يكون هناك تحقيق للأهداف لأنه في نهاية المطاف وهذا العمل ربما دعيني نرجع بالذاكرة إلى العام 2006 عندما كانت الحرب الإسرائيلية في جنوب لبنان مع حزب الله اللبناني عندما خرج الجيش الإسرائيلي من هذه الحرب وتم عقد لجنة فينقراد وتم تقييم الحرب ظهر بشكل كبير جدا على حالة الفشل والفجوة ما بين الأهداف السياسية وما بين القدرات على تحقيق الأهداف من قبل الجيش الإسرائيلي وتم تحميل الكثير من الأطراف في ذلك الوقت هذا العمر سيبقى يلاحق الإسرائيليين بشكل كبير وباعتقادي أن نتائج هذه الحرب وما جرى بالأمس بالتحديد وهذه الليلة وما يتم الحديث عنه أنا باعتقادي هذه الأمور ستعيد خلط الأوراق داخل الحالة الإسرائيلية الداخلية ربما أنها ستدفع باتجاه كما قلت حالة من الضغط المجتمعي أولا وثانيا وهذا ربما هو الذي سيكون حاضرا بشكل أكبر وهو الفجوة التي ستزداد ما بين المستوى العسكري الجيش الإسرائيلي وهيئة الأركان وما بين المستوى السياسي لأنه في نهاية المطاف أختريم الجيش الإسرائيلي هو المؤسسة الأكثر مصداقية والأكثر ثقة من وجهة نظر الجمهور وهم يخشون على هذه المؤسسة أن يحدث لها انهيارات صحيح أن الجيش الإسرائيلي يمتلك من القدرات والمعدات وتم تجنيد ما يقارب 400 ألف من الاحتياط لهذه الحرب لكن في نهاية المطاف هناك لديهم الكثير من القراءات والتغييمات التي تتعلق في قياس مدى الخسائر موازاتا بتحقيق الأهداف وهذه ربما تعتبر معضلة كبيرة الآن في الجيش الإسرائيلي ومعضلة ستشكل حالة ضاغطة وهذا ربما ما فسر قبل عدة أيام عندما رفضت إحدى الوحدات في شبال قطاع غزة الإنصياع للأوامر وخرجت من الخدمة وبالتالي نحن نتحدث الآن عن ربما أشياء مثيلة أضيف إلى ذلك جزئية حتى أوجز بها وهي أن الفرق العسكرية العاملة في قطاع غزة والتي كانت شاهدة بالأمس على هذا الحدث الصعب ألا باعتقادي هذه ستؤثر على الروح المعنوية القتالية للجنود الإسرائيليين أنفسهم وبالتالي هم سيشعرون أنهم باتوا طعما للقيادات السياسية الإسرائيلية ولم يعد هناك اهتماما بمصيرهم وهذا سيشكل حالة ضاغطة كما قلنا وسيشكل حالة من إعادة الكثير من التقديم داخل المؤسسة الإسرائيل العسكري شكرا شكرا لك على كل هذه التوضيحات الأستاذ سليمان بشرات الباحث والكاتب المختص في الشأن الإسرائيلي تحياتي لك شكرا جزيلا